يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة الخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار مفصلة في معرض الصحافة أهلا بكم مشاهدين إلى معرض الصحافة نهار اليوم نستهله بأبرز ما جاء فيه من عنوين البداية بالصفحة الأولى لجريدة النهار سامبول بمئة مليون وبالفاصيلة ابتداء من الفاتح جوان هذا ما قاله الخليفة للقضي في جلسة مغلقة قبل 33 يوما الحكومة تجرد رجال أعمال ومقاولين من أراضي استفادوا منها بغير وجه حق و30 يوما لتعويض زبائن بريد الجزائر المختلسة أموالهم قالت النهار في صفحتها الأولى أكد وزير الصناع عبد السلام بوشوارب على ميلاد أول مركبة من نوع سامبول بسعر يقدر بمليون دينار جزائري أي ما يعادل المائة مليون سنتين بداية من الفاتح أجوان الداخل تزامنا وإطلاق الحكومة للقروض الاستهلاكية الموجهة للمنتجات المحلية الصنع أضاف بوشوارب أن السامبول تعرف إقبالا غير مسبوك من طرف الزبائن ومن طرف كبرى الشركات خاصة بعد صدور دفتر الشروط الجديد في الجريدة الرسمية لم يتمكن القاضي قالت النهار من جعل خليفة يعترف ولو بتهمة واحدة من التهم الموجهة إليه حيث ظهر عبد المومن متماسكا في أقواله وغير متنازل عن الإنكار وإلقاء المسئولية على أخرين حيث ظهر مطلعا على محاضر كل الشهود والمتهمين في القضية حيث قال الخليفة أني على استعداد لمواجهة أي شخص بخصوص التهم الموجهة إليه ذلك في جلسة المحاكمة قامت الحكومة في خطوة تعتبر سابقة بتجريد أكبر رجال الأعمال الجزائريين من مساحات شاسعة كانوا قد استفادوا منها بغير وجه حق منحهم إياها وزير سابق كان على رأس قطاع البيئة وتهيئة الإقليم قالت النهار سيتمكن زبائن بريد الجزائر المختلس أموالهم من استرجاعها في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما في حال تعرضت حساباتهم للاختراق أو الاختلاس بدلا من الانتظار لمدة عامين أو ثلاث كما كان منصوص عليه سابقا جريدة وقت الجزائر قالت نهب قطع غيار 45 سيارة من حضيرة الجوية الجزائرية وقالت وقت الجزائر كشفت مصادر عليمة عن مافيا مختصة في سرقة قطع غيار سيارات جديدة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تهريبها وبائها حيث بلغ عدد السيارات المسروقة حسب وقت الجزائر لحد الان 45 سيارة مرقمة بسنوات 2012-2013-2014 وأكدت نفس المصادر للجريدة تورط مسؤولين وعمال في عملية سرقة قطع غيار سيارات الجديدة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية جريدة المحور قالت 2000 مليار لإنجاز 10 ألاف مشاريع لم تحقق نتائج مجدية وقالت المحور سجلت الجزائر قرابة 10 ألاف مشروع استثمار محلي وأجنبي مصرح به خلال 2014 بقيمة مالية قدرت بـ 2192 مليار دينار سهمت في توفير ما يفوق 150 ألف منصب شغل غير أن هذه الأرقام قالت المحور تبقى بعيدة عن الواقع نظرا إلى استمرار تبعية الاقتصاد الوطني إلى المحروقات وتراجع مدخيل البلاد جراء تقلص أسعارها في السوق الدولية وكذا تفشي البطالة جريدة البلاد قالت أيحيى أمينا عاما للأرندي بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر قبل إجراء المؤتمر وقالت البلاد قال بلقاس الملاح كاتب الدولة المكلف بالشباب السابق والقياد بحزب التجمع الوطني الديمقراطي بأن المادة لـ 42 من القانون الأساسي للحزب واضحة وتنص على أنه في حالة استقالة أوفاة الأمين العام للحزب أن يجتمع المجلس الوطني وجوبا وينتخب أمينا عاما بالنيابة ويحدد آخر أجل لانتخاب أمين عام جديد بثلاثة أشهر مقترحا أن يتوفر شرط العشر سنوات نضال بالحزب لمن يكون عضوا بالمكتب الوطني جريدة المساء عنونت صفحتها الأولى إعادة النظر في تكوين الأطباء العامين وقالت المساء أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوذياث أن التكوين الطبي المتواصل يعد ضروريا لتعزيز المعارف وعلى الخصوص ذلك الموجه للأطباء العامين خاصة وأن الصحة قال الوزير القاعدية تعد ركيزة لكل نظام صحي جريدة الدكا نيوز في الصحف الناطقة الفرنسية قالت مخزونات كبيرة تحضيرا لشهر رمضان الكريم وقالت الدكا نيوز عقدت وزارة التجارة عدة لقاءات مع مختلف الدووين المكلفة بالتنظيم ووحدات الانتاج لضمان وفرة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الذي سيبدأ مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أجوان المقبل وحسب المعطيات المقدمة خلال هذه الاجتماعات قالت الجريدة فإن المنتجات الغذائية متوفرة بالكمية والنوعية المطلوبة جريدة الإكسبريسيون قالت تيارات في السلطة تحول دون تحقيق مبادرة الإجماع الوطني وقالت الإكسبريسيون على لسان السكرتير الأول للأفافاس محمد نبو إن الأفافاس سيظل يؤكد على ضرورة الإجماع الوطني بين الجزائريين والجزائريات ومختلف أطياف المجتمع كما أكد بعض التيارات في السلطة والمعارضة من تحول دون تحقيق وفاق إجماع وطني وأن الأفافاس عازم على المضي قدما في مشروعه بتحقيق التغيير السلمي أخبار الصحف المحلية النصر شرق البلاد قالت مواقع مخصصة للسياحة كانت مغلقة قصد الترميم وقالت النصر تشهد البحيرة الإصطناعية الواقعة بحديقة التسلية وسط مدينة ستيف توافد عشرات العطفال والمراهقين قصد الصباحة داخلها رغم أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بل لممارسة بعض النشاطات الترفيهية مثل ركوب الزوارق والألعاب المائية مستغلين فرصة ملئها من جديد بالمياه قبل أيام من طرف مصالح بلدية ستيف بعد غلقها لمدة فاقة السنة بغرض ترميمها جريدة الوصل عمالة ترموي بوهران بصوت واحد إرحل يا ميشال وقالت الوصل أطلق أمس أزيد من 600 عامل بمؤسسة تسيير واستغلال الترموي سترام العنان لإضرابهم الذي يتوصل اليوم التاسع وخارجوا في مسيرة سلمية حاشدة حاملين لفتات منددة برحيل المدير العام للمؤسسة الفرنسي ميشال تصريح اليوم هو تصريح جلو الجودي المتحدث باسم حزب العمال في قضية الملانسات الملاسنات بين وزيرة الثقافة والأمينة العامة لحزب العمال جلو الجودي قال قضية إيداع وزيرة الثقافة دعوة قضائية ضد زعيمة حزب العمال الويزا حنون بتهمة القذف والتشهير وتشويه السمع على خلفية اتهام حنون للعبيد بتبديدها للمال العام هي قضية سياسية بين وزيرة في الحكومة وزعيمة حزب سياسي ونحن مستعدون للتنازل جماعيا عن الحصانة البرلمانية للمثول أمام العدالة في قضية الاتهامات الموجهة لوزيرة الثقافة أجندة اليوم يقوم وزير الموارد المائية حسين نسيب بزيارة عمل إلى ولايتي ميلا وأم البواقي تستضيف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المدير العام للدوان الوطني للإحصائيات ويستضيف منتدى ديكا نيوز كل من البروفيسور سعيد محمودي ورئيس جمعية الجزائرية للطب الإشعاء الدكتور عبدالقادر تتوي بالأسندة نختم معرض الصحافة شكرا على الإصائي والمتابعة أعجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة